بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنقتبس من كتاب سيدنا محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ونتابع الكلام في آدابه صلى الله تعالى عليه وسلم في الدعاء يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يرشد الداعي إلى العزم والجزم بوقوع مطلوبه ففي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وفي رواية للبخاري اللهم ارزقني إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله تعالى لا مكره له وإنما نهى ذلك لأن التعليق بالمشيئة إنما يحتاج إليه إذا تأتى إكراه المطلوب منه وأمكن أن يكره على تحقيق المطلوب وإن الله هو منزه عن أن يكره على أمر أو أن يفعل كره وإنما يفعل جميع ما يفعل بمشيئته وإرادته سبحانه ولا مكره له سبحانه ونقل في شرح المواهب عن النووي أن هذا النهي محمول على الكراهة قال وهو أولى قال وظاهر كلام ابن عبد البر أنه نهي تحريم وهو الظاهر قاله الحافظ أي في الفتح انتهى قال القسطلاني وقيل معنى العزم أن يحسن الظن بالله في الإجابة فإنه يدعو كريم وقد قال ابن عيينة لا يمنعن أحدكم الدعاء ما يعلم من نفسه يعني من التقصير فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال أنظرني إلى يوم يبعثون انتهى وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يرشد الداعي إلى ختم دعائه بالتأمين لتحصل الإجابة روى أبو داود عن أبي زهير النميري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة نمشي فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فوقف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يستمع منه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوجب إن ختمه فقال رجل من القوم بأي شيء يختمه فقال بآمين فإنه إن ختمه بآمين فقد أوجب فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأتى الرجل الذي ألح في المسألة فقال له اختم يا فلان بآمين وأبشر وروا الحاكم عن حبيب ابن سلمة الفهري وكان مجاب الدعاء أنه قال سميت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لا يجتمع ملأ أي جماعة فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى والحمد لله رب العالمين